خبرنا النادي الاهلي هنروح لأخبارنا المحلية هنبتدي الأول بخبر الحقيقة ايرونام منذ يومين عايزة شارك حضراتكم معاه وهو يخص كرة السلة كرة السلة زي ما حضراتكم عارفين انه استقدم مدير فني كندي الحقيقة وهو اللي تولى مهمة تدريب المنتخب روني راي وتولى المسئولية قبل الويندو الاولينية لتصفيات كالس العالم اللي كانت في السنغال والحقيقة فيها النتيجة جيدة بفوز مباريتين وهزيمة مباراة واحدة يمكن كانت من السنغال فقط ولكن فوزنا مباريتين رجعين كلنا متسويين عندنا الويندو التانية في الاسكندرية بإذن الله ولكن فيه يعني تصرف الحقيقة مش قادر أفسره ولكن اتحاد السلة الحقيقة أفسره على صفحته وانه سمح للمدير الفني الكندي انه يتولى مهمة تدريب احدى الفرق في اليابان بالتوازي او بنفس الوقت وده بيان اتحاد السلة بالتوازي سمح له يمرا وده صورة روني راي المدير الفني القدير روي رانا عن آسف لمدير الفني روي رانا المدير الفني القدير لفريق القرى السلة المصري منتخب مصر والبيان يعني جاء كالآتي أتم الكندي روي رانا المدير الفني المنتخب الوطني الأول اتفاقه مع منتخب كيتو هاناريز أحد منتخبات ولايات اليابان على توليه المهمة الفنية له بداية من الشهر سبتمبر المقبل ويبدأ روي رانا مهمته بشكل رسمي مع كيتو الفريق يعني اللي هيمرانه بداية من شهر سبتمبر المقبل وتواجد مع المنتخب الوطني بصورة كاملة في المرحلة الثانية والثالثة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم والمحدد اقامتها في شهري يوليو واغسطس المقبلين كما اتفق المدير الفني المدارب الكندي مع فريقه الياباني الجديد أنه في شهر فبراير المقبل ستواجد مع المنتخب المصري لخوض منافسات المرحلة الأخيرة من تصفيات كأس العالم حال تأهلنا لها هذا بالإضافة إلى أنه في حال نجاح روي رانا في قيادة منتخب مصر تأهل للنسخة المقبلة من كأس العالم ستولى المهمة الفنية لمنتخب الوطني خلال منافسات البطولة وهذا وفقا لاتفاقه مع مجلس إدارة الاتحاد المصري كورت السلة ومنتخب كيتو هانارز الياباني هنا عندي بس تعليق أنه احنا عندنا اتنين ويندوز فضلين هيجوا في شهر يوليو وأغسطس القادم ولكن هنا يمكن احنا متعرضين لنفس الحالة دي مع منتخب مصر الكورت العديوة ولكن خلينا أقول حاجة أولا احنا طبعا نتيجة هذا العقد المدير الفني روي رانا ما حضرش مباركة كأس السوبر اللي فاتت يعني احنا كنا نتمنى عشان نبقى اختياراته في محلها خاصة أنه هو جه قبل الويندو الأولانية بأيام هو ما تفرجش على اللعيبة في الدوري هو اللعيبة جات له لو تفتكروا حضراتكم هو كان جاي من كندا جاله كرونة تأخر في القدوم ما حضرش المباريات دخل على المعسكر الاتحاد السلة هو اللي جمع اللعيبة وادى له اللعيبة في المنتخب عشان هو يعني أول لقاء بينه بين اللعيبة كان في خلال تدريب تدريبات فكان فرصة جيدة أنه يتابع مباريات السوبر من أرض الملعب ممكن ملاحظة صغيرة تفرق معاه في قرار مع لاعب ملاحظة صغيرة تفرق معاه في حاجات كتيرة هو الأسف لم يحضر أبدا أو لم يحضر لفترة اللي فاتت مباريات على الأل قبل النهاء بتاعت السوبر اللي كانت الأهلي والجزيرة والاتحاد والزمالك والفاينال اللي كان مع الأهلي والاتحاد لم يحضر أي من هذه المباريات وبالتالي ده أكيد كنا نتمنى عكس ذلك لأن ده كان هيفيد منتخب مصر وهو المهمة الأسمح طيب احنا عندنا اتنين ويندو في واحد في يوليو وأغسطس يمكن هو هيحضرهم إن شاء الله ولكن كنا نتمنى أنه يحضر المباريات لأنه طبعا صعب جدا المدير فن ييجي على المباريات خاصة أن السنغال يعني جاي بكل قوتها في مصر عندنا مباريات مهمة ما فيش وقت نخسره يمكن الويندو اللي جاي دي مهمة جدا لازم تكسب التلات مباريات وكمان تنتظر نتائج الفرق الأخرى عشان تسهل لك الدنيا طيب هتقول لي يا كابتن طب ما حصل كده في كرة اليد انت ليت تكلم عن كرة السلق أيوة نعم حصل كده في كرة اليد وبروندو المدير الفني اللي منتخب مصر لكرة اليد بيمرن أحد الفرق الكبيرة في ألمانيا ويمكن هم كانوا سابع أو سادس الدول الألمانية ولكن يجي هنا اختلاف بروندو الحقيقة حضر في مصر فترة طويلة وقاعد فترة طويلة في مصر ومرن الفريق ومرن بيهم كاس العالم ومرن بيهم ولعب بيهم الأولمبيات يعني عاش مع لعبة مصر كاس عالم أولمبيات ودي فترة كافية عشان يفهم كل لعب بالإضافة أنه بيتواجد في فترة من الفترات الأخرى بيبقى موجود فإذا احنا مش جايين على يعني بطولات مهمة كتير ولكن هو خلاص فهم نوعية اللعب المصري حقق إنجازات معنا رابع أولمبيات سابع عالم يعني حقق معنا يعني إنجازات كويسة فهو خلاص فهم اللعبة هو مش محتاج حاجة هيعمل استدعى للعبة وأعرف كل اللعبة بيلعب إزاي وكل مهماته مجرد بس هيعمل رفريش للعبة إنما الوضع مختلف في كرة السلة روي رانا ملحقش يقعد مع الفريق حاجة معرفش ما شافش الدور المصري ما شافش التحكيم المصري ما شافش أي حاجة فالحقيقة كنا نتمنى إن يعني بس هو الاتحاد السلة في موقف لا يحصد عليه هو قال لهم يا جماعة عايزة روح يا توافقوا بكده يهمش يعني هو في موقف لا يحصد عليه ولكن ده مفروض يتحط في العقد في البداية إن هو يبقى مدرب متفرق طول ما هو مع منتخب مصر هذا الشرط أصبح أساسي خاصة إن الدولة المصرية بتتحمل جزء كبير من راتب مش بس الاتحاد يعني هتلاقي مدير الفني نصف راتب وبتتحمل وزارة الشباب والرياضة إذن الدولة المصرية هي اللي بتتعمل موجوده في القاهرة فما ينفعش يكون بيهبض مرتبه وهو خارج القاهرة إذن لابد كل الاتحادات تضع في عقودها واتفاقتها مع المدربين الأجانب شرط إلزامي أنه يكون متفرق لمنتخب مصر ونتمنى أن ده يكون تعميم لكل المنتخبات حتى المنتخبات الفردية